يا مساء الفل انا مه عالي من كوك فليكس هنعمل مع بعض النهاردة البانك كيك زي اللي بنكله في الكافيهات بالضبط وحقول لكم ان شاء الله على كل اسراره وازاي يطلع معاكو احلى كمان من اللي بتاكله في الكافيه البانك كيك احلى حاجة فيه انه سهل وسريع والاطفال بيحبوه جدا وكبار كمان ولما بتعمليه في البيت بتقدر يبقى تتحكمي في نوع السوس كل واحد حسب زوقه وحسب الحاجة اللي بيحبها بيعمل البانك كيك اللي حياكله البانك كيك بقى بتاعنا اللي حنعمله مع بعض طبعا طعمه مش قادر اصفه لكم هيبقى طاري جدا ومستوي كويس مش ناشف وفلافي طحفة نقول مع بعض بقى بسم الله ونبدأ الطريقة في بولا حنخل كوبايتين دقيق عليهم معلقة كبيرة ببيكين باودر وححط المكونات الجفة على جنب وحبدأ المكونات السيلة كوبايتين اللي روبع لبن حليب عليهم بطين حطيت عليهم نص معلقة خل صغيرة وضفت البيض على الحليب وحطيت معلقة صغيرة فانيليا ومعلقتين كبار سكر وبقلق كويس جدا عشان المكونات تختلط بضيف زرة ملح وانا بخلط ورشة الملح دي بتفرق معايا لانها بتظهر النكهة في الاخر وبعدين بضيف معلقتين كبار زيت او معلقتين كبار زبدة انا عن نفسي ضفت هنا معلقة كبيرة زيت ومعلقة كبيرة زبدة وبعدين ببدأ احط المكونات الجفة الدقيق والبيكن باودر اللي انا خلطتهم قبل كده على السايل اللي عملته باضفهم شوية شوية بالمعلقة لحد ما يختلط ويبقى القوامة عندي بالشكل ده بوقف الخلط يا جماعة وخلي بالنا من النقطة دي لان انا مش عايزة ابالغ في الخلط فما نزودش بقى في التقليب ونجود من عندنا لأ انا خلاص اختلط عندي بسيب بقى الخليط ده يرتاح لمدة تلت ساعة وفي طاصة سخنة على نار هادية حطيت نقطة الزيت ودهنت نقطة الزيت دي في الطاصة كويس قوي الخطوة دي انا بعملها مرة واحدة بس قبل بداية التسوية وما بكررهاش تاني لحد ما بخلص كمية البانكيك كلها وبعدين بنجيب خليط البانكيك اللي كنت سايبها يرتاح ومغطيها وبدأت بمغرفة احط في الطاصة انا عملت واحدة في الاول بس عشانا وريكو شكلابي بعمل ازاي بحطها واول ما بتبدأ تطلع فققيع من الوش اعرف ازاي انها بدأت كده تستوي وان انا لازم اقلب للناحية التانية اول ما بشوف الفققيع دي زي ما انتم شايفين كده بصوا اهي عملت بقلي لهي في عد بيقرق جوه بقلبها بقى على طول على الوش التاني والوش التاني ما بياخدش وقت قوي زي اول وش وبعدين بطلع بقى كمية بتاعتي كلها وابدأ اه اعمل بقى حسب زوقي انا عندي هنا حطيت نوتلا وزودت عليها اللي عايز يزود غاية شوكليت مفيش مشكلة اللي عايز يحط لبن مكسف هنا حليب مكسف انا عطيت حليب مكسف الناس بقى اللي بتحب الشوكولاتة احب اقولكو ان الطعم خيالي لو عايزها صحية اكتر ممكن تستعملي بقى عسل نحل مع اي فاكهة عندك عندك فراولة عندك توت انا ناس اي فاكهة عندك او حتى من غير فاكهة خالص بتبقى تجنن اه ناس تانية تحب مثلا تستعمل الصاص الكرامل او صاص اللوتس شوفي اللي موجودة عندك في البيت تعاملي براحتك مش عايز اخدوك وقولكو اللي بيحب بقى العسل لسود وطحينة يجرب كده يحط عليه عسل لسود وطحينة ويا ريت يكتب لي في الكومنس الاخبار طبعا الطعم طحفة طاري جدا مستوي قوي من جوة وهش فلافي كده مش مكتوم ولا ناشف الصاص تتحكمي فيه زي ما انت عايزة الطريقة هتعجبكم وسهل قوي نجربها دلوقتي يا ريت وفي رمضان ما بتاخدش اي وقت بالفة هنا وشفة لو عجبتكم عملوا لايك وشير وما تنسوش سبسكرايب عشان تشوفوا بقية الوصفات اللي هنزلها هتعجبكم بإذن الله والطريقة بالعربي على صفحة كوكفلكس هنزل لكم برضو اللينك بتاعها في صندوق الوصف اشوفكم الوصف الجاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة